نقاط قوة الوداد طبعاً نحن متابعين الوداد طوال البطولة بس أنت أكيد ستبقى أقرب للوداد من الجماهير المصرية أو المتابعين المصريين شاهد نقاط القوة للوداد بكرة يقدر يستغلها قدام النجلة هو أعتقد أنه من الصعب تحليل الوداد لماذا من الصعب تحليل الوداد؟ لأنه الفريق الوحيد الذي تعاقب على تدريبه أربعة مدربين فالوداد بدأ مع تونسي المهدي النفطي ثم بدأ مع الحسين عموتا قبل المهدي النفطي ثم جاء المهدي النفطي وبعد ذلك جاء أخوان كارلوس قريدو قبل أن يستقر الاختيار على فاندر بروك الذي قاد الفريق في مباراة ساندونز ذهباً وإياباً ونجح في قيادة الوداد إلى المباراة النهائية فبتلي على أي مقيس يمكن تحليل أداء الوداد هل على المباراة الأولى أم على المباراة الأخيرة وبنفس المقيس لما تغير أربع مدربين على مدار الموسم ده ما يؤديش للنجاح ورغم كده الوداد وصل لآخر نقطة وهي المبرنة لماذا؟ لأن الوداد حالة خاصة لأنه لديه استقرار صحيح لم يكن هناك استقرار على مستوى المدربين ولكن هناك استقرار في اللاعبين الوداد من الأندية القليلة التي تحتفظ بأبرز لعبها بركائز الفريق وبالتالي الحفاظ على اللاعبين وشخصية اللاعبين وقوة اللاعبين هي التي أعطت نتائج لفريق الوداد الوداد لديه الخبرة هذا أمر لا شك فيه لديه لعبي خبرة في وسط الملعب حتى على مستوى الأرويق يحيى عطيط الله وأيوب العملود فالخبرة أيضا مهمة وهذا قاسم مشترك بينه وبين لعبي الأهلي لأنه أيضا يتوفرون على عامل خبرة دفاعيا الوداد جيد فلو اعتبرنا مباراة صندونز مباراة مرجعية بالنسبة لفريق الوداد فصنديمه الدفاعي كان جيدا أمام فريق يعني يحسن لغات الهجوم بس بالمناسبة الوداد لعب قدام صندونز رفضاكت على هذه المواجهة مباراة العودة مباراة العودة الوداد عمل مباراة كبيرة جدا ورغم كده الهدفين اللي دخلوا في الوداد كانوا بأخطاء فردية سيئة جدا يعني آه صحيح الوداد منظم جدا دفاعيا ولكن له بعض الأخطاء الفردية على مستوى الدفاعي فعلا لنفس الأمر وتخيل لو لم تكن تلك الأخطاء كيف ربما كان سيكون شكل وأداء فريق الوداد فأعتقد أنه هذه كانت مباراة ربما يمكن أن تكون مباراة مرجعية الوداد هذا الموسم ولكن مباراة النهاية ستكون مختلفة تماما لأن الوداد سيلاعب دهاب هنا في القاهرة قبل مباراة الإياب التي ستكون في مدينة دار بيضاء في ملعب محمد خابس وحضور جماهير كبيرة يتوقف أيضا عن تشجيع فأعتقد أنه ما يمكن أن يصنع نقاط قوة هذا الفريق الوداد هو أداء اللاعبين المدرب سيضع رسم تكتيكي سيختار اللاعبين ولكن داخل أرضية الملعب القرار هو اللاعبين الحالة البدنية الحالة النفسية الحالة الدينية سرعة اتخاذ القرار فهذا ما يمكن أن يصنع الفريق وأعتقد أن هذه الأسلحة موجودة لدى فريق الوداد كما أن بعضا منها أيضا موجودة لدى فريق الأهلي عظيم طيب غازي واحدة من النقاط اللي احنا متشوفها قوي جدا في الوداد وحي منحل الفريق الوداد على مدار المباراة الماضية مع اختلاف المدربين حتى لما المدربين اتغيروا هي الكرات السابتة والكرات العرضية المتحركة الوداد مميز جدا فيها هل دا سلح هيقدر الوداد يستخدمه بكرة ولا الوداد هيكتفي بالشكل الدفاع أمام النادي الأهلي هو كان ظن بأن المدرب عارف القيمة دي لهذا المباراة قيمة مباراة ذهب يعني ما خادش يكون تهور في التعامل مع مباراة ذهب لأن تنتظر مباراة هياب هناك شوط أول هنا بالقاهرة والشوط الثاني أيضا بمدار الضرب يضع لا اعتقد بأن فاندي بروك حيث ترك مساحات للاعبين الأهلي على عكس شفنا في المباراة دي سانداونز يعني كانت تنظيم في المستوى الجيد يعني الخطوط كانت خطوط متقاربة جدا وبالتالي كان ظن بأن الوداد سيعتمد على المرشدات مع تحسين الدفاع بشكل جيد وهذا شيء عادي لأن فريق خارج الميدان بتاعه وكان ظن بأنه شيء عادي سيستغل أيضا السعود الأظهرة دي الأهلي المصري لأنه كان عرفوا بأن السعود العلي معلول يترك وراءه مساحات فعدنا لاعبين في المستوى الجيد لأوناجم لأيضا مترجع على الخصوص مترجع فرغبة في التسجيل هنا في القاهرة وبالتالي سيكون معنوية مرتفعة لدى لاعبي فريق الوداد أظن بأن الأهلي المصري هيكون تبعات الهزام دياله في المباراة السابقة أو في النهاية السابقة أمام الوداد هيكون عنده تأثير قوي على اللاعب الأهلي عكس اللاعبين فريق الوداد لأنه ستكون عنده امتقى في النفس معنوية مرتفعة أيضا كنظن بأن بعد اللاعبين نهاية العقد ديالهم فريق الوداد ويمنون النفس باش يفوزوا بلقب من الألقاب خاصة لقب عثوات عبطال إفريقية قبل نهاية مصرهم مع الوداد كنظن هذه عوامل ستعطي تقليل اللاعبين وكن عندنا فريق الأهلي المصري عمام الجامعة هيرديالو غير بغير باش يكون في المستوى الجيد عنده لعبين في المستوى الكبير هجوميا كنت تكلموا على بيرسيطاو أيضا كنت تكلموا على ديانك في متوسط الميدان كنت تكلموا على لعبين دوي جودة عالية ولكن كما قال زميل الجمال فكنظن بأن فريق الوداد دفاعيا في المستوى الجيد وأظن بأن التحول من الدفاع إلى الهجوم سيكون مقطة قوية لذي لاعب فريق الوداد وممكن أن يبعتر أوراق كرة خاصة من الناحية الهجومية